اشتركوا في القناة وتذكر قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فمنع الله تعالى من القنوط من رحمته بل إن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى أو إغلاق الأبواب على الناس هو من أعظم الذنوب ربما كان أعظم من المعصية التي يقع فيها الإنسان لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا يا جماعة مهما كان الإنسان وقع في أنواع من المعصية إلا أنه يبقى في قلبه بذرة خير تدعوه إلى الخير بمعنى أن هذا الرجل قتل تسعا وتسعين نفسا ومع ذلك حدثته نفسه بالتوبة ربما لو أن أحدا مننا رأى ورأى أن هذا الرجل متلطخ بالدماء يتم هؤلاء الأطفال ورمل تلك المرأة وهتك ذلك العرض وربما تلك المرأة لما قتل هذا الرجل زوجها وقعت في أنواع من الفواحش نقول أنت أفسدت تسعا وتسعين بيت وقتلت تسعا وتسعين نفسا ثم تريد أنك تتوب دليل أنه حتى لو كان في قلبه شر تسعا وتسعين في المئة إلا أن في قلبه خير واحد في المئة ينبغي علينا أن نستثمره وأن لا ننساه حدثته نفسه بالتوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض قال يا جماعة أريد أني أستفتي أنا عندي فتوى أريد أني أسأل قالوا طيب تسأل من قال أعطوني أعلم واحد على وجه الأرض فدل على رجل عابد الذين دلوه لم يدلوه على رجل عالم رأوا لهم رجلا عليه سيم الخير والصلاح ويبكي وربما كان ملتحيا ومقصر ثوبه وكذا فقالوا نأسألها الرجل وذلك الرجل لم يكن عالما إنما كان فقط عابد والعباد اللي فقط شغله عبادة دون أن يكون عنده علم هذا يحكم في الأمور بعاطفته لا بعلمه مثل ما ذكروا أن عابدا من عباد بني إسرائيل كان يعني قد صارت جبهته كركبته من شدة سجوده وكثرة عبادته فيوم من الأيام وهو يصلي أقبلت إليه فأرة يعني تؤذيه أو كذا فحمل حجرا بجانبه وفي صلاته وضربها وماتت مكانها فلما انتهى من صلاة قال له الشيطان اتق الله قتلت مخلوقا يسبح الله ويحمده ويستغفره كيف تتوب الآن من هالمعصية وتقتلها وأن تصلي ربما أنها جاءت تائبة هذه الفأرة ربما أنها كان عندها معاصي وأقبلت تسمع الذكر وتسمع القرآن كيف تطردها من رحمة وبدأ الشيطان يلعب بعقله فأخذ تلك الفأرة ووضعها في عمامته وربط عليها رفعها فوق رأسه يقول وظل شهرين كاملين وهي مربوطة في عمامته يصلي بها يعني توبة مما فعل طيب هذا عقل يا جماعة تصلي بنجاسة وتضع فوق رأسك نجاسة لأنها ميتة وهي نجاسة بلا شك لكن لعب الشيطان بعقله ولأنه ليس عنده علم شرعي وإلا معروف أن الفأرة هي الفويسقة وتقتل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الفأرة يقول إنها تحرق على أهل البيت بيتهم يعني أحيانا يكون الناس قد أشعلوا حطبا وتأتي الفأرة وتقضموا عودا من هذا الحطب وتجره ثم تهرب فربما هذا العود لما جرته فيه لهب نار فوضعته على يعني شيء من ألحفتهم أو من ملابسهم فيحترق البيت عليه بسبب فأرة ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عند النوم أن تطفأ النار قال فإن الفويسقة تحرق على أهل البيت بيتهم فإذا كان الإنسان عنده علم علم أني أنا أقتل الفأر وأنا أصلي ما في مشكلة أقتل العقرب أقتل الحية أقتل أي مؤذي وأنا أصلي ما في مشكلة حتى أن الشيخ بن عتيمين رحمه الله تعالى مرة في الحرم سأله شخص قال يا شيخ أنا كان معي شنطة فيها فلوس وجئت مرة بصلي وضعتها أمامي سترة الشنطة فأقبل إنسان وأنا أصلي وحملها وذهب بها فقلت في نفسي يا ربي صلاتي أو مالي تدريب صلاتي أعظم عندي وكملت صلاتي وذهب مالي يا شيخ فما هو الحكم فقال الشيخ أنت تستحق أن يأخذ مالك لأن عقلك صغير قال يا شيخ اقطع صلاتي قال نعم اقطع صلاتك اقطع صلاتك وأدرك مالك إذا كان يا جماعة من أتى ليقطع علي صلاتي وأنا أصلي بيمر أمامي النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدفعه ثم قال فإن أبى فليقاتله فإن معه شيطان وفي رواية فإنما هو شيطان فإذا كان أنا ما أسمح لواحد يقطع صلاتي أمامي وأدفه أنشغل بالصلاة فما بالك بمن يأخذ مالي ويذهب به فدل هذا على أن العلم هو الأصل وليس العاطفة هذا الرجل يا جماعة الذي قتل تسعة وتسعين نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض قالوا له ما نعرف الله فلان الذي قد قطع الأرض سجودا وعبادة اذهب واسأله فجاء إلى هذا الرجل فلما انتهى الرجل من عبادته سأله هذا الرجل اللي قتل تسعة وتسعين نفسا قال له إني قتلت تسعا وتسعين نفسا فهل لي من توبة أقدر أتوب فنظر إليه وقال تسعة وتسعين نفس قتل تسعة وتسعين نفس قال والله قتل تسعة وتسعين نفس ليه توبه ولا لا قال ليس لك توبة تسعة وتسعين هذا العابد يا جماعة لو أنه يوما يمشي ووطأ برجله على نملة وماتت ربما صار شهرين متتابعين توبة من ذلك ويرى أمامه رجلا يقتل تسعة وتسعين نفس قال ما لك توبة فحمل السكين وطعنه ما دام خربانه خربانه وأنضيقت صدري به الفتوى وهذه طعنه وقتله فلما قتله ومضى حدثته نفسه بالتوبة وهذا يا جماعة يشجعنا على أن الإنسان مهما عصى ومهما وقع في المخالفات الشرعية إلا أننا نحو ينبغي ألا يحول معصيته بيننا وبين دعوته إلى الله وقد قابلت عددا كبيرا من الناس عندهم أنواع من المعصية ثم إذا ذكرته ببعض الخير أقبل عليه يعني أنا أذكر حضرت مرة احتفالا للإخوة في المنتدى الإسلامي لهم نشاط في أفريقيا ولهم نشاط في بريطانيا نشاط دعوي بناء مراكز الإسلامية ومساجد في أثناء اللقاء يعني كانوا يعرضون شيئا من نشاطاتهم في الشخص سبحان الله كانوا مجلسين في صدر المجلس وهو رجل ليس عليه سيماء الخير يعني واضح أنه مدخن ثوبه يسحب شكله يعني ما هو طالب علم ولا شيخ ولا حتى رجل تقول فيه سيماء الخير حتى أنه لما قالوا اقلطوا على الغدى دخلنا نتغدى وطلعوا هو يدخن فقلت في نفسي هذا يعني غريبة جيدة يعني فسألت واحد من الإخوة القائمين على المنتدى قلت له يا أخي أنا رأيتكم تحتفون بذلك الرجل وما في بأس تحتفون به يعني أخي لو احتفيت بكافر ما في بأس يهودي يجوز أن تقول يا مرحبا وتفضل وتصب للشاي والقهوة لكني رأيتكم احتفيتم به بشكل ملاحظ يعني أكثر من احتفائكم بأيرة فما السبب قالي شفتها الرجال اللي البكيت في مخباته وطلما دخل نتغدى طلع يدخن قلت نعم قال هذا قد بنى عندنا مجمع كامل في الدولة الفلانية في أفريقيا وبنى معه مدرسة ومسجد يعني دار تحفيظ وسكن للإمام المؤذن وسكن للطلاب ومستوصف للمسلمين ولدعوة النصارى يقول كلف هذا البناء قرابة العشر مليون ريال وأبى أن يدخل في هذا البناء أي ريال من غيره من المتبرعين يقول ما أبغى لأنا ولما أردنا أن نشكره اليوم في الاحتفال أبى وقالوا والله ما عاد أدعمكم ولا ريال لو ذكرتوا اسمي وإلى الآن هو اللي يدفع رواتب الأئمة والمؤذنين والأطباء في هذا المكان هو اللي يدفع تكلف التشغيلية وتقول لهذا ما يحتاج إلى الاحتفال فقلت في نفسي سبحان الله هذا الرجل المخلص الذي دفع هذا المال وهو لا يريد أن يخرج اسمه في صحيفة ولا أن يكتب اسمه في إعلان ولا أن يذكر ولا أن يشكر حتى قالوا أردنا أن نعرض الله ونقول ترى من تبرع فلا قال والله ما تقوله ولا كلمة أبحضر عادي وأجلس مع الناس عادي وأطلع هذا الرجل يا جماعة لولا أن في قلبه إيمان وحب للخير وحرص على الطاعة لما فعل ذلك إذا لم أتى إنسان منه وتعامل مع هذا الرجل على أنك إنسان عاصي واقع في المعاصي وإنسان مدبر عن الدين وأنك ما تستحق للسلام بطرف يدي ربما بقية الإيمان التي في قلبه التي دفعته إلى هذا العمل الصالح ربما زالت بتعاملات بعض الناس ربما تعامل مع بعض أصحاب المعصية أو ربما تعامل مع بعض الكفار غير المسلمين أو ربما تعامل أحيانا حتى أحيانا من أهله ربما يكون عنده من أهله من هو مقصر في صلاته ولا ربما كان أبوه مدخنا ولا كان أخوه عنده أنواع من المعصية انتبه لا تفقد الحبل الواصل بينك وبينه مهما كان عاصيا يا جماعي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه جار يهودي خياط إلى خبز شعير وإهالة سرخة يعني يهودي وليس صاحب شرب في قومه وزد على ذلك يدعوه إلى أرض الطعام ومع ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويجلس عنده وتتوقع أنه جالس عنده النبي صلى الله عليه وسلم هو عابس في وجهه وخلص العزيمة وقال فما لله طلع أكيد أنا معزوم عنده لا بد أني سأتبسام وأتلطف وأكون أريحيا معه إذا كان الحبل رطبا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهودي الحبل رطبا بينه وبين المقوقس المقوقس حاكم الإسكندرية كان نصرانيا وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وهدية بل ماريه القبطية أمت النبي صلى الله عليه وسلم وأم ولده إبراهيم هي هدية في الحقيقة من المقوقس ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه هدية هرقل وغيرك كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه مجمع التعاملات حلوة وكان ينظر وإن كانوا كفارا يعلم أن في قلوبهم نسبة من الخير ينبغي أن تستثمر لذلك لما نتكلم عن التوبة وعن سعة رحمة الله تعالى لا ينبغي لنا أيها الأفاضل أن يقول أحدنا في نفسه لا هذا الكلام موجه فقط إلى فريق من العصات الذين يقعون في أنواع من المعصية أو في الروطنة في صلاتهم كلا بل هو موجه إلينا جميعا أولا أن نتوب نحن أنفسنا أن نحن أنفسنا من التقصير مع الله سبحانه وتعالى فيما نقع فيه من كان مفرطا في صلاة الفجر مع الجماعة من كان ينفرط لسانه أحيانا بغيبة الناس أو الوقيع في أعراضهم من كان في قلبه حقد أو حسد على أحد من المسلمين من كان عنده مال لأخيه لم يرده إليه ليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم هذه أيضا تكون التوبة منها من كان مقصرا في طاعته لوالديه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وربما كان الإنسان وحيانا عليه سيم الخير ومع ذلك تجد عنده أنواع من المعصية في مثل ذلك وهو لا ينتبه لما نتكلم عن التوبة يظن فقط أن الكلام عن التوبة هو خاص بمن يقعون في فاحش أو في شرب خمر أو يتركون الصلاة أو يدخنون أو يسرقون أو يقعون في فواحش كلا إنما هو عام لجميع الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس استغفروا الله وأتوبوا إليه ثم قال فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مئة مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مئة مرة ولما ذكر ابن كثير قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا يقول نقل ابن كثير عن ابن وهب يقول ابن وهب سبحان الله خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن لأن الله تعالى أمر إبراهيم أن يبني البيت يقول ويخاف ويخاف أن لا يتقبل الله منه يعني أنت يا إبراهيم الآن تبني والله اللي أمرك بذلك والله سبحانه وتعالى اللي أمرك أن تبنيه بهذه الطريقة ومع ذلك أنت خايف يا إبراهيم من الله ما يتقبل منك أكيد بيتقبل منك يا إبراهيم فدل هذه ولا فاضل على أن الإنسان إذا كان يتعامل مع نفسه أيضا ينبغي أن يحدث التوبة مرارا كما قال أبو هرير رضي الله تعالى عنه يقول كنا في المجلس الواحد نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبعين مرة يقول أستغفر الله أستغفر الله وهو في المجلس الواحد فلا يظن النظام أن التوبة فقط هي لمن وقع في أنواع من المعصية بل كذلك حتى من كان على خير يجب عليه أن يتوباً يحاسب نفسه وندقق عليه هذا الشيء الشيء الثاني أنه ينبغي أن يظل الحبل رطباً بينك وبين أصحاب المعصية ينبغي أن يكون رطباً بينك وبين أصحاب المعصية ومهما رأيت منهم اعلم أن في قلوبهم شيء من الخير ينبغي عليك أن تستثمره فيهم ووالله يا جماعة كم رأيت والله من مواقف سواء من أحياناً مضيفين أو مضيفات في الطائرة مضيفات خاصة ربما كان عندها أنواع من التبرج خاصة غير الخطوط السعودية لأن الخطوط السعودية يتحجب أن النساء فيها تلك يكون عندها أنواع من التبرج ثم أحياناً تمر بي ثم تقول الشيخ فلان فأقول نعم تقول يا شيخ دعو لي أن الله يتوب عليه من عملي يا شيخ أنا والله أحياناً أضطر أني أجمع صلاتين لأني ما أستطيع أن أصلي صلاة في وقتها فأقول في نفسي سبحان الله هل أنا المرأة التي شديدة تبرج وتلبسها اللباس القصير وتحادث وتضاحكها الرجال اللي معها ومع ذلك متحرجة من أنها تجمع صلاتين أو أحياناً تسأل مسألة في الصيام أحياناً ومسألة أحياناً دقيقة وهل يجوز أني أمسك في الوقت الفلاني أم معنى ذلك يا جماعة أن في قلوب الناس خيراً كثيراً وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثماء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعاً هداتاً مهتدين اللهم اجعلنا جميعاً هداتاً مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعاً لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم لا تدعم بيننا ولا من أحبابنا مريضاً إلا شفيته ولا عقيماً إلا ذرية صالحة رزقته اللهم لا تدعم بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين إلا يصرت له ذلك وأعنته عليه يا حي قيم يا رب العالمين اللهم أمن في أوطاننا وأصلح أيمتنا ولاة أمورنا واللهم وفقنا وإياهم لفعل الخير وترك الشر يا رب العالمين واجزي يا ربنا من كان السبب في هذا الملتقى ومن قام على رعايته وافتتاحه واختتامه اجزي يا رب العالمين خير الجزاء صلى الله على نبينا محمد في التلفزيون ونتهيت منه متأخر ممكن تقريباً خلصاً ساعة 11 ونص أو 12 ورجعت للفندق ضغطت المصعد وأنتظر قدام الباب أنا تعبان يعني ممكن طالع من المغرب تقريباً وتسجيله فتح باب المصعد تعرفون إنه يعني في بعض دول الخليج مع الأسف ينتشر عندهم الخمر في الفنادق وبعضهم أحياناً يبيع في غير الفنادق لكن أكثرهم يباع في الفنادق أو يشرب أحياناً في الفندق ويخرج ولا يسمحون أنظمة عندهم فالشاهد فتح الباب المصعد وأنا بدخل إلا طالع واحد من الشباب يبدو إنه يعني مار على البار اللي فوق ومكثر شوي فلابس بدله ولابس جنس وواضح عليه الجنس ما بين فخديه رطب يبدو إنه تبول على نفسه لأنه سبحان الله يقولون يعني إن الخمر تجعل الإنسان يستطلق ويبول دون أن يعلم فهو واضح إنه بايل على نفسه شاب يمكن في الثلاثين فهو طالع وأنا واقف عند الأسنصير بأصعد فأول ما شافني وأنا بتوجهه بدخل يعني بتنصح لك واحد سكران فأنا أول ما بدخل قال لي لحظة والتفت عليه قال الشيخ العريفي قلت أنا الساعة اثنان شو بالليل وسكران ومتبولن على نفسه وش علاجة تالي إلى الليل قلتي نعم قول والله إني أحبك في الله ويطب علي وسلم عليه ويحب رأسي وحبه كتب الله من جسد يعني ذاك اليوم وأخرا قلت زاك الله وريح توابها الله يتوب علينا وعليه ويهديه فقلت زاك الله خير و Brian الله فيك الله يحبظك قال والله انتعش عندك والساعة 12 انا امتعشي الله يسلمك ما قال والله انتموت ذبيحتك الليلة قلت الله يسلم كبار قال والله انتموت ذبيحتك والله انتعش عندي قلت له طيب اعطني رقم تلفونك و Branch بهكرا طبعا انا بكرا اصلا بمشي للرياض لكن انا قصتي اخر تلفونه وانصحها كون بيني وبينها علاقه وكذا قال لا لن اعطيك رقم ما انا اعطيك تلفوني قال له تعشي عندي الليلة قلت الحين ساعة اثناش ولا بقع الفجر لثلاث ساعات ما عدي مدينا تعشي ولا عدي مديك تذبح لكن بكرة ان شاء الله تعشي عندك أو اتصل بك عطني تلفونك قال لا ما عطيك تلفون إلا الليلة الحين تروح معي تتعشي قلت يا من الناس ما أبقى أروح معك عطني تلفونك قال لا إلا تروح معي العين تعشي ويجرني بيوديني يتعشي المهم ستر الله شافونا الأمن حق حق الفندق وجو فكان قال ما عليك الشيخ مشغول وقال وخر ألا بعشي وراح يعني ما رضى حقيقة يعطيني تلفونة لكني جلست أفكر بعدها قلت في نفسي سبحان الله إذا كان هذا الشاب مع كونه يعني سكران وربما كان قلبه متعلق بهذا الخمر إلى درجة أنه ينزل بيذهب إلى أهله وهو لا يزال في سكره ومع ذلك لا يزال في قلبه محبة للخير ومحبة لأهل الخير ويوم شاف لهم طوع ما قال أعوذ بالله أنتم المطاوعة اللي دائما تحرمون الخمر وتضيقون علينا في الخمر وتتكلمون عليه إذا شربنا لا ما تذكر ذلك تذكر مباشرة الحب في الله والإكرام للأخيار والقرب منهم وحب الجلوس معهم هذا الخير يا شباب الموجود في الناس هو الذي ينبغي أن نستثمره انتبه يا أخي الكريم لا تكن مثل ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قال للرجل العاصي والله لا يغفر الله لك انتبه لا تكن حائلاً بين الناس وبين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى نعلم بسعة الأحاديث وكثرة الآيات التي وردت في بيان سعة رحمة الله تعالى ودعوة الناس إلى الإقبال على الله لكن ينبغي لنا نحن يا جماعة أن لا نكون سبباً في صد الناس عن الخير بل أنظر إلى الخير الذي في قلوبهم ولا تنظر إلى الشر مرة قابلني أحد الشباب بعد التزامة فقال يا شيخ أنا كنت أدرس في جامعة ملك سعود عندكم في الرياضة قابلت في إحدى المناطق يقول يا شيخ وكنت في الجامعة يعني عندي أنواع من المعصية يقول فمرة قال عند السادة ملك فهد يعني نشوف أحياناً أننا إذا لم ننظر إلى الخير الذي في قلوب الناس أحياناً نصدهم عن الخير ببعض تصرفاتنا وربما الخير اللي هو عشرين في المئة ربما قللناه وزودنا الشر وخلينا عندهم أحياناً آثار نفسية مبنية على حب الانتقام منك يقول يا شيخ فكنت طالع من الجامعة ومع مجموعة من الشباب نتمشى عند السادة ملك فهد يقول فمريت مجموعة من المطاوعة جالسين تقهور فقلت سلام عليكم ونطوع يقول فما ردوا علي السلام والتفت إلي أحدهم وقال هالأشكال ما نرد عليها السلام يقول معني يا شيخ يعني أنا ما كنت سكران ويقول فلما قال لي ذلك ثقلت علي بعدها الصلاة لأن كل ما جئت أصلي وشفت الإمام تذكرت ذلك المطوع شوف يا جماعة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس إن منكم منفرين 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 يعني يعملون بين الناس وبين الدين تنافر مثل لما تحط موجب وموجب فيصير بينها تنافر كذلك بعض الناس يجعلون بين الناس وبين الدين تنافر يقول عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين طيب كيف ينفرون ما يردون السلام لا ولا مثلا يقنطون الناس من الرحمة لا يقول إن منكم منفرين فمن أم منكم الناس فليخفف يقول يا صحابة اللي يصلي إمام بالناس يخفف الصلاة حتى ما يبغضهم في الصلاة فإذا كان أيها الإخوة والأخوات إذا كان الإمام ممنوعا إذا صلى بالناس ممنوعا من أن يطيل بهم الصلاة حتى لا يبغضهم في الصلاة فما بارك لما يكون واحد من الأخيار ثم يتعامل مثل هذا التعامل ويبدأ يقول هذا أنت ما يرد عليك السلام ويسلم على الثاني بطرف يده والثالث ينظر إليه شزرا على اعتبار أنهم أهل معصيه وبالتالي أنا لا ينبغي أن يتعامل معهم على الخير وعلى الرفق ينبغي الإنسان يا جماعة أن يتعامل بغاية الرفق وأن لا يأخذه فوهة الشباب وحماسته ليتعامل مع الناس مثل هذا التعامل الذي فيه نوع من التنفير فيه نوع من التنفير لهم وكذلك اعلم أنك بعدما يتقدم بك السن ربما وصلت إلى مثل سني أو أكبر ستفهم فعلا أنك كنت أيام شبابك وأنا لاحظ أكثر لأمامي شباب ستلاحظ أنك كنت أيام شبابك متحمس أحيانا أكثر من لازم في التعامل مع أهل المعصية أذكر أن سماحة شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن باز مر في درسه بعد الفجر كان هناك كلام على التصوير والمنكرات وكذا فواحد من الشباب كان متحمس وكان يقول يا شيخ اللي لازم المنكرات هذه تنكره لازم نكسر كذا فالشيخ سبحان الله جالس على الكرسي وقال سبحان الله الشباب الشباب ثم قال الشيخ قال أذكر لما كنت في الشباب لما كنت في الشباب في المدينة المنورة الشيخ رحمه الله كان في المدينة يدرس ثم أصبح مثل ذلك مديرا للجامعة ثم انتقل للرياض في الإفتاء فلما كان هناك كان في مرحلة شبابه حماسته فوهة الشباب يقول ف ونحن مع جوع من طلبة العلم يقول فقال لنا شخص ترى فيه قريب من المسجد النبوي كوشكات يعني كوشك هو الدكاكين الصغيرة هذه الخشبية كوشك يبيع فيه صور صور يعني واحد مثلا بإحرامك كده يصور اللي يسمونها الكرت هذا حق المعايدة وغيرها أنا ما أدري عنه شي اسمه اللي يكتبون عليه من بورة مثلا كل آمونت بخير وما أدريش ويرسلونه في الرسال اش اسمه يا جماعة ما فيك واحد رومانسي يرسل لأمه وبوه فالشاهد يبيع صور واحد واقف كده عند الحرم واحد واقف ففي أثناء ذلك قال ترى هذا منكر يقول الشيخ وتحمسنا وذهبنا مع مجموعة من طلبة العلم من إخواننا والشيخ كان كفيف الله يغفر له يقول فأنا ما سكنني بيدي وذهبنا إلى هناك وأنكرنا عليه ومزقنا الصور وكان عنده أيضا يبيع آلات وسيق وكسرناها وأنكرنا عليه يقول ثم لما تقدم السن بي وتأملت في الموضوع وجدت أن التصوير نفسه أصلا في خلاف بين أهل العلم ومن أهل العلم من يقول أن التصوير المحرم هو فقط تصوير الذي على شكل تماثيل اللي يجي ينحى التمثال نحتا وأن هذه الصور الفوتوغرافية لا تعتبر هي تصاوير إنما هي عكوس مثل ما يسمونها هي ليست مضاها لخلق الله إنما هي خلق الله اصوروه مثل اللي يقف أمام مرآة يقول علمت أن الأمر أوسع من الضيق الذي كنا نتعامل به يقول لكني عذرت نفسي أنها كانت مرحلة شباب والشباب أحيانا يكون متحمس دون أن يدرك أحيانا ساعة الشريعة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة ربما ترجمة نانسي قنقر